بعد أن كانوا يتأملون أن تغدق عليهم الحكومة المحلية أموالاً أكثر من المطلوب منها لكرمهم بضيافة المسؤولين وكبار الشخصيات أغلق أصحاب مطاعم ومقاهي منتج عبابل السياحي والمدينة الأثرية محالهم بعد رفض الحكومة المحلية تزديد ما بذمتها لهم على الرغم من وجود كل الكتب الرسمية التي تثبت ديونها المتراكمة لأولئك المتضررين المتضررون ناشدوا حكومة بابل المحلية لإفاء بالتزاماتها تجاههم وأن هذه المحال مصدر رزقهم الوحيد أنا أطلب 360 مليون للديوان محافظة أنا بالنسبة لي هم عندي ديون هم أطلب عندي مطعم أطلب 150 مليون أروح أراجع للوزارة ودوني بكتاب الكتاب يطلع كذب ما إلى كل صحة أنا أقولهم ما عدنا ما يطلبون هذول المواطنين ما يطلبون نرجع للوزارة يقولون أننا عدنا مخصصين لهم تخصيص مالي بالمحافظة تقريبا صال إهداء السنة من أجر هذا المطعم أنا بهذا المكان قبل أنه يطلعنا فلوس هسا من صارت شوية الأحداث والأمور اختلفت ما طلعنا أي مبالغ نطلبهم علما أنه مؤتمراتهم ضيوفهم مرشهم برعايتهم المؤتمرات اللي صير ما طلعنا أي فلوس هسا نطلبهم مبالغ من الضيافة يعني تقريبا صارهم خمس سنين أو ست سنين زيان هسا هو بالجديد دخلوا بابل على اليونسكو إيشون تطور بابل على اليونسكو وتمحقوق العالم ما مطنيها إيشون أنا أطور مطعمي آخرون قالوا أن إغلاق المحال سيؤثر سلبا على السياحة سيما بعد إدراج المدينة الأثرية على قائمة التراث العالمي الأزل المطعم هذا بسبب ديوان محافظة بابل من كانت تجي ضيوف للمحافظة يطوك كتاب رسمي بين هاي الضيوف اللي جدتك تاكل يمك وبعدين نصرف لك المبالغ بعدين ما نطول المبالغ ويروح يراجع محافظة بابل يقولوا له عجز بالميزانية ما عدنا فلوس من سنة 2014 لحد الآن نطلب المحافظة 45 مليون وصار أننا نحن هواية وهي أكلها ضيافة المحافظ وبأمر موافقاته وعندنا كتب موجودة بأمر المحافظة تصرف المواد والمحافظة يكون من المشتريات يدري بها هاي الشغلة وكل إدارة يدري بها ويعفون بها بأنه هاي كلها لدينا حقوق ويدرون بها فإحنا كل من وعدهم يوعدون بنا على السنين الجاية وماكو كل قبض زوار قالوا أن المنتجع يفتقر لقنينة ماء متسائلين هل حكومة بابل حقا عجزة عن تزديد ما بذمتها من مبالغ لمستحقها سنوات طويلة مرت وترتبت على أثرها مبالغ كبيرة بذمة حكومة بابل المحلية فمن سيسدد الديون لأصحابها وهل سيبقى الحال على ما هو عليه وكيف ستتطور المدينة التاريخية بظرف ستة أشهر المهلة التي منحتها اليونسكو في ظل الفساد الذي ينخر بجسد الدولة العراقية